اشتركوا في القناة اقضوا لنا الخير حيث كان ثم رضنا به يا أكرم الأكرمين نلتقي اليوم في المحاضرة السادسة من محاضرات مساق مصطلح الحديث لغير المتخصصين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا طلبنا الكرام طالباتنا الكريمات وقفنا في المحاضرة الماضية بفضل الله تعالى ومنته على جهود العلماء في خدمة السنة النبوية في العصر الحاضر وقلنا أن السنة النبوية دونت سواء بشقيها علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية ابتداء من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أصبحت بعد ذلك عبارة عن ملفات وموسوعات موجودة على جهاز الكمبيوتر وهذا من جهود العلماء في العصر الحاضر لخدمة السنة النبوية اليوم بعون الله تبارك وتعالى موضوع جميل جدا يتعلق بتحمل الحديث الشريف وأدائه باختصار كل من يتعلم علم الحديث لابد أن يعي مكانة هذا العلم هذا العلم ليس كأي علم دنيوي علم الحديث له شرف خاص يكفي علم الحديث أنه ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم فكل من يتعلم هذا العلم ويعلمه كان له فضل كبير النبي صلى الله عليه وسلم نضل الله من أن سمع منا حديثا فوعاه فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع فهنيئا لمن حمل العلم وهنيئا لمن أوصل هذا العلم لغيره لذا أهل العلم تحدثوا كثيرا في فضل علم الحديث الشريف وذكروا كثيرا من الأقوال التي تدل على مكانة المحدثين ومكانة أهل الحديث ابن أبي حاتم سئل عن هذا العلم فقال ألا تنظر إلى أصحاب الحديث وما هم فيه قال هم خير أهل الدنيا أهل الحديث خير أهل الدنيا كما قال غير واحد من أصحاب هذا العلم قالوا بكر بن عياش رحمه الله إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس قال الإمام الحاكم رحمه الله وقد صدقنا جميعا إن أصحاب الحديث خير الناس وكيف لا يكونوا كذلك وقد بذلوا كل ما بوسعهم لخدمة السنة النبوية صرفوا كل مشاغل الدنيا خلفهم ثم اجتهدوا لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك علم الحديث بالذات له شرف كبير له مكانة عظيمة لابد أن يعيها كل من يتعلم هذا العلم ونحن في إطال مساق مصطلح الحديث لابد أن نتعرف على فضلي وآدابي من يتعلم علم الحديث أولا تحدث كثير من أهل العلم عن صفات أو خصال المحدثين أهل الحديث ما هي صفاتهم ما هي خصالهم ما هي أوصالهم قالوا أولا المحدثون نضر الله وجوههم في الدنيا والآخرة نضر الله وجوههم في الدنيا والآخرة واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم آن في الذكر نضر الله رئين سمع منا حديثا فوعاه فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع إذن الخصطة الأولى أو الصفة الأولى من صفات أهل الحديث أن الله تبارك وتعالى نضر وجوههم اختلف أهل العلم هل نضرة الوجه هذه في الدنيا أو في الآخرة وأرجح أقوال العلماء أن هذه النضرة في الدنيا والآخرة قال تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة فنضرة وجوههم في الدنيا والآخرة فهنيئا لأهل الحديث ثانيا المحدثون ناصحون لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هم يقدمون النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إذا أردت أن تنصح أخذ من إخوانك تقدم له حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنصحه به لذلك المحدثون هم ناصحون لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم في نفس الحديث في رواية أخرى نضر الله امرئ سمع منا حديثا فوعاه فبلغاه كما سمع فربه بلغ أوعى من سامع أو رب حامل فقه إلى من هو أفقه من ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة وإمة المسلمين وعامتهم لذلك أهل الحديث لهم شرف كبير أنهم ناصحون لله ولرسوله ولعامة المسلمين ولجماعتهم أضف إلى هذا كله أن العلماء فرقوا بين حامل السنة وبين واعيها وفضلوا الواعي على الناقل يعني فضلوا الذي يفهم مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه على من ينقل الحديث لكن في المقابل حفظوا الفضل هذا والفضل لهذا فمن فقه الحديث له مكانة في دين الله تبارك وتعالى وكذلك من نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحملها وحفظها منذ أن خرجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا له مكانة عند الله سبحانه وتعالى في هذا الدين المحدثون هم الطائفة القائمة بأمر الله تبارك وتعالى الطائفة المنصورة الطائفة القائمة بأمر الله كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر في بيان هذه الأمة القائمة على أمر الله تعالى قال قد جزم الإمام البخاري أن المراد بهم أهل العلم بالآثار يعني المراد بهذه الطائفة المنصورة القائمة بأمر الله تبارك وتعالى هم أهل العلم بالآثار قال أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم قال القاضي عياض أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث إذن أهل الحديث هم الطائفة القائمة بأمر الله تبارك وتعالى لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك هذه الطائفة لا يشترط أن تكون في مكان واحد قد تكون هنا قد تكون في أمريكا قد تكون في أندونيسيا قد تكون في أي بقعة من بقاع الأرض لكن هذه طائفة قائمة على أمر الله تبارك وتعالى فاستحقوا هذه المكانة في دين الله عز وجل قال علي بن المديني وقد ذكر لهذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي قال علي هم أهل الحديث قال هم أهل الحديث الخصلة الرابعة من خصال المحدثين أو صفات المحدثين أن المحدثين هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامهم كان أبي سعيد الخدري إذا رأى الشباب قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحفظكم الحديث وأن نوسع لكم في المجالس فهذه وصية نبي صلى الله عليه وسلم أن حفظوا أبناءكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما الصفة الخامسة من صفات المحدثين وخصالهم أن المحدثون من أحبهم وتبعهم فهو من أهل السنة ومن أبغضهم فهو من أهل البدعة لا تكاد ترى إنسانا يبغض أهل الحديث أو أهل السنة وتعتبره منهم أي إنسان يبغضهم من أحب أهل الحديث فهو من أهل السنة ومن أغضهم وكرههم فهو من أهل البدعة لذلك هذه الخصال جميعا اجتمعت في أصحاب الحديث في من أكرمهم الله تبارك وتعالى بعلم الحديث قل طالب علم منكم طلابنا الكرام وطالبتنا الكريمات لابد أن يضع نصب عينيه ماذا يجب أن يتوفر فيه عندما يتعلم علم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بهذه الأحاديث لم يتكلم بها عبثا وإنما تكلم بها للاتباع حتى تكون دستورا يهتدى به نصير عليه فمصادر التشريع كما تعلمنا القرآن والسنة لابد أن نعي ما قال الله تبارك وتعالى وما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذات في هذا الجانب في علم الحديث بالذات لماذا علم الحديث بالذات له كل هذه الخصوصية هناك علم التفسير هناك علم العقيدة هناك علم الفقه هناك غيرها من العلوم الإسلامية لماذا علم الحديث بالذات له شرف وله مكانة قال أهل العلم لأن هذا العلم هو حلقة الصلة مع الله عز وجل الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ليبين للناس هذا الدين إذن هذه الواسطة بيننا وبين الله جل وعلا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا العلم الذي يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن حلقة الصلة مع الله عز وجل يبقى علم الحديث حلقة الصلة مع الله تبارك وتعالى هذا العلم هو الباعث على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله والذب عنها يعني هذا العلم باختصار هو من يسر الدفاع عن أقوال النبي وأفعاله وأحواله يمكن تكلمنا عن جهود العلماء في العصر الحاضر في خدمة السنة النبوية قلنا إن من أهم جهود العلماء الدفاع عن السنة المشرفة يعني هذا العلم هو سبيل للحفظ أو للحفاظ على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها من التغيير والتبديل كل ما يأتي من العلوم الشرعية تحتاج لعلم الحديث هذه مسألة حقيقة مهمة جدا كل علم من العلوم الشرعية تحتاج إلى علم الحديث إذا أردنا أن نفسر القرآن الكريم نرجع إلى ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نستخرج أحكاما فقهية في علم الفقه نرجع إلى ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن ننقل أمور العقيدة نرجع إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا العلم يعتبر أساس أن كل العلوم الشرعية معتمدا على هذا العلم هذا العلم أيضا علم يتناسب مع مكارم الأخلاق ومحاسن الشيام إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا العلم هو علم يتضمن أو يشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيام لذلك كل لفظة تلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم في موضع معين تعلمنا خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والأهم من هذا كله أن هذا العلم هو من علوم الآخرة المحضة يعني علوم الآخرة الخالصة يعني باختصار من أرد أن يتعلم علم الحديث لابد أن يصدق النية مع الله عز وجل لأن هذا علم من علوم الآخرة المحضة فكر أن تدرس كتاباً في مصطلح الحديث أو في الحديث الشريف أو في السيرة النبوية فكر أن تدرس هذا الكتاب احتساباً للأجر فقط ضع نص بعينيك أن هذا الكلام هو من علوم الآخرة المحضة يعني التي يبتغى بها الأجر من الله سبحانه وتعالى نتكلم الآن عن بعض الصفات أو الخصال التي لابد أن تتوفر في طالب الحديث طلابنا الكرام طالباتنا الكريمات كل إنسان لابد أن يتصف بصفات تليق به كطالب علم فما بالك إذا كان طالب علم شرعي أو طالب علم يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يتعلق بالنبي له شرف ومكانه يعني أنت المفترض عندما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الكلام عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تضع نص بعينيك أنك تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حقيقة طالب علم الحديث لابد أن يتحلى بكل خصلة من الخصال الجميلة ومن أهم صفات طالب الحديث الإخلاص لله تبارك وتعالى ما معنى كلمة الإخلاص؟ كلمة أن تقوم بهذا الفعل وأنت تبتغي فيه وجه الله فحسب الله عز وجل لا يقبل الشركاء فإذا أردت أن تقوم بعمل لله جل وعلا لابد أن تحلي وتجمل هذا العمل بالإخلاص فإن من أهم ما يميز طالب الحديث عن غيره الإخلاص لذلك يمكن تعرضنا في المحاضرات الماضية كيف كان الواحد من طلبة العلم من التابعين ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسافر الليالي والشهور الطوال في طلب حديث واحد ابن عباس يقول سمعت أن عند رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فذهبت إليه لم أطرق عليه الباب أدبا أنا رايح أطلب الحديث منه قال وجلست على الباب تسفعني الريح فخرج خرج الرجل فرآني فقال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرسلت إلي فأتيك يعني كان بعثت لك أن أنا جيتك فأنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت أحق أن تؤتى سمعت أن عندك حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فما دفعهم لفعل هذا إلا الإخلاص إذا كان العمل لله تهون من أجله الصعاب الأمر الثاني والمهم من الصفات التي لا بد أن يتحلى بها طالب الحديث وطالب العلم أن يسأل الله تبارك وتعالى دوما العون والسداد وأن يسر له الطلب حاول أن تسأل ربك تبارك وتعالى العون والسداد جميل جدا أن الإنسان يسأل ربه التوفيق اللهم يسر لي طلب العلم اللهم يسر لي حفظ الصنة اللهم يسر لي حفظ الأحاديث فهذا من أهم خصال طالب العلم أهم أداب المحدثين أهم أداب العلماء أن تسأل الله تبارك وتعالى العون والسداد وأن يتحلى بالأخلاق الزكية والأداب المرضية سبحان الله طالب العلم لابد أن يكون له سمت عندما تنظر إليه يقال هذا طالب علم فما بالك بطالب علم الحديث أو طالب العلم الشرعي كذلك مما يجب أن يتأدب به طالب العلم أن يطلب العلم بهمة عالية واجدهاد مع الرحلة في طلب الحديث لا يستطاع العلم براحة الجسم لابد لطالب الحديث أن يجدهد يعني باختصار أن يبذل قصارى جهده من أجل تعلم الحديث الشريف طالب العلم لابد أن يطلب العلم بهمة عالية وكأنه يتمنى على الشيخ أن يعطيه المزيد صاحب الهمة العالية دائما فائز فما بالك إذا كانت الهمة العالية في مجالسة العلماء الصالحين استماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من صفات طالب العلم أن يتواضع للعلماء وأن يحرص على خدمتهم والتذل لهم والتأدب بحضرتهم وعدم الإكثار عليهم لأن لا يؤدي ذلك إلى ضجرهم جميل جدا أن تتبع مجالس العلماء لكن الأجمل والأهم أن تتأدب وتتواضع في حضرتهم فإذا سمعت أن هناك علم عند أحد العلماء أو أحد طلبت العلم واجتهدت في تحصيله حاول أن تتواضع حاول أن تتأدب وتتواضع لمن علمكم وتواضع لمن تعلمون ولا تكون من جباري العلم فالتواضع صمة جميلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يركب خلفه ابن عباس في الحادي عشر من عمره تقريبا يركبه خلفه على الدابة من هو النبي ومن هو ابن عباس ابن عباس من صغار الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين تجد النبي صلى الله عليه وسلم يركب ابن عباس يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون التواضع في التعلم وكيف يكون التواضع في التعليم كذلك من الصفات التي لابد أن يتصف بها طالب الحديث أن يحرص على كتابة كل ما سمع من شيوخه قيدوا العلم بالكتاب قيدوا العلم بالكتاب الكلام الذي تسمعه كثير لكن الكلام الذي تدونه هو ما يلسق في الذهن إذن كل طالب علم لا بد أن يدون ما يسمع من شيوخه التقطى لطيفة التقطى حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن تدون فإن التدوين يساعدك على حفظ السنة النبوية أن يحرص على كتابة كل ما سمعه من شيوخه ينتبه إلى ألفاظ العلماء في الرواية فلان قال فلان فعل ينتبه بدقة لنقل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ينقل الكلام كما سمعته من نقله كذلك على الطالب أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف على الطالب أن يتعلم من النحو ومن اللغة ما يسلم به من اللحن يعني حاول أن تجتهد قدر استطاعتك أن تضبط ما يصدر منك من الكلام متعلما ما يتعلق بعلم النحو أو اللغة لأنك تنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكرمك الله جل وعلا وأصبحت معلما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهناك آداب لرواية الحديث الشريف آداب لا بد أن يتأدب بها من أراد أن يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا الجلوس للحديث متى كان أهلا للرواية مكتسبا للعلوم المرتبطة بعلم الحديث يعني باختصار إذا أردت أن تعلم الناس لا بد أن تكون أهلا لهذه المكانة ولذلك قال انتظر حتى تدرس كتاب معين وتفقهه وتفهمه ثم تعلمه للناس لذلك يجب على كل من أراد أن يعلم الناس أن يكون فاهما للفن الذي يعلم الناس إياه الجلوس للحديث متى كان أهلا للرواية مكتسبا للعلوم المرتبطة بهذا العلم كذلك من أراد رواية السنة النبوية لا بد أن لا يحدث في حضرة من هو أولى منه توقيرا لهم وتواضعا لا بد أن لا يحدث في حضرة من هو أولى منه كيف يحدث في حضرة من هو أولى منه نحن الآن على سبيل المثال لو جاء أحد وسأل سؤال شرعي ستجد الصغير والكبير والحمد لله رب العالمين كل منهم يفتي كل منهم يجيب ليس هكذا صفة من أراد أن يعلم الناس إذا كان هناك عالم إذا كان هناك فقيه أولى منك بالإجابة لا بد أن لا تحدث في حضرة من هو أولى منك كذلك من أراد أن يعلم السنة للناس لا بد أن يبدأ مجلسه باسم الله وحمده والثناء عليه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا لهذا المجلس الذي سيتكلم فيه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك على المحدث كلما مر على ذكر الله تبارك وتعالى أثنى عليه وإذا مر على كلام النبي صلى الله عليه وسلم تجد يقول صلى الله على سيدنا رسول الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا مر على ذكر الصحابة ترضى عنهم إذا مر على ذكر التابعين ترحم عليهم فهذا من أدب معلم الناس الحديث كلما مر على ذكر هؤلاء يعطي كل واحد منهم الثناء الذي يليق به كذلك يجب على من يتعلم أو من يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتنب رواية الأحاديث التي تعلو عن أفهام السامعين كل ناس كل جماعة لهم مقدور من العلم لابد أن يصل إليهم لذلك أن تتعامل مع طالب في المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية يختلف أن تتعامل مع طالب في المرحلة الجامعية يختلف أن تتعامل مع معلم أو مع طبق راقية لذلك لابد أن يحدث الناس على قدر عقولهم حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله لذلك الإنسان يحرص على أن يعطي كل إنسان قدر العلم الذي يليق به إذا أردت أن تدون السنة النبوية أو تكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم فما هي ضوابط كتابة الحديث الشريف ما هي ضوابط كتابة السنة النبوية قال أهل العلم إن من ضوابط كتابة السنة النبوية صرف همة المحدث إلى ضبط إسناد الحديث ومتنه بشكله ونقطه بإعرابه وإعجامه إذا أردت أن تكتب أكتب كما سمعت كن دقيق جدا ضبط الأسماء فلا يصح أن تقول بشير تكتبه بشير بالضم فالإنسان يتحرى الدقة في النقل لأن ما تكتبه سيقراه غيرك كنا نقول قديما فرق بين الحبل والجبل النقطة تجعل الحبل جبل وهكذا فلذلك الإنسان يكون دقيق جدا في نقل الكلام أو كتابة السنة النبوية صرف همة المحدث إلى ضبط إسناد الحديث بشكله ومتنه ونقطه إعرابه وإعجامه فتجده يكتب الحديث كما سمعه من نقله كذلك وهذا شيء مهم جدا أن يكتب الحديث بخط واضح واضح الكلمات واضح الحروف يعني باختصار من أرد أن يقرأ خلفك لا يحتاج إلى ميكروسكوب حتى يقرأ ما كتبت فلابد أن تكتب بخط واضح يتناسب عن من سيكتب بعدك لأن الكلام الذي يكتب لابد أن يقرأ في يوم من أيام منك أو من غيرك فاحرص على كتابة الحديث بخط واضح ألا يصطلح لنفسه مصطلحات في كتابه لا يعرفها الناس عندما الإنسان يكتب لا يكتب لنفسه يكتب لغيره طالما أنه يكتب لغيره إذن لابد أن لا يصطلح لنفسه مصطلحات لا يعرفها الناس يكتب المصطلحات التي تعارف عليها أهل هذا الفن ولذلك في المقابل كما أنه لا يحق له أن يصطلح لنفسه مصطلحات لا يعرفها الناس كذلك لا بد أن يستخدم الاختصارات التي تعارف عليها أهل الحديث فمثلا لفظة ثنى تعارف أهل الحديث أنها توحي إلى كلمة حدثنا حرف الحاء إذا وضع في منتصف السند يعني تحويل في سند الحديث فيمكن لكاتب الحديث الشريف أن يستخدم المصطلحات التي تعارف عليها الناس لا يكتب مصطلحات خاصة بنفسه في المقابل يستخدم المصطلحات التي تعارف عليها أهل الفن حتى يسهل عليهم الحديث أخبرنا ينفذ إليها أنا أو نا فهذه المصطلحات تعارف عليها أهل هذا الفن أن يعتني بمختلف روايات الحديث فيكتب الحديث ثم يكتب رواياته بعض الناس تذكر له الحديث بعشر روايات فيختار واحد منها فإذا به يختار الرواية الضعيفة لماذا؟ أكتب الحديث بكل رواياته فإذا ما جاء أحد بعد ذلك ينظر إلى الحديث تجده يختار الرواية الأدق أو الرواية الأصح لذلك على كل من أراد كتابة السنة النبوية أن يكتب الروايات كاملة فلا ينتقي إحداها دون الأخرى ولا يميز بين روايات السنة النبوية فقد يقول للحديث الواحد عشر روايات وكل رواية فيها فائدة زيادة فمن أراد أن يكتب حتى تتم المعلومة كاملة لابد أن يكتب الرواية بكافة أشكالها كذلك عليه كلما مر على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه يكتب صلى الله عليه وسلم لذلك مصيبة بعض طلبة العلم تجده يكتب 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 وعندما يصل إلى صلى الله عليه وسلم يضع بين قوسين حرف الصاد وكأنه استكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب صلى الله عليه وسلم كلما مر على ذكر الله تبارك وتعالى قال سبحانه وتعالى جل وعلا فلا بد أن يجتهد قدر استطاعته في اختيار الألفاظ التي تليقي بمقام من يكتب عنهم ألا يفصل بين الأسماء المركبة مثل عبد الرحمن وعبد الله ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدها في آخر السطر والآخر في أول السطر فيؤثر ذلك على فهم السنة النبوية أخذ الأجر على رواية الحديث الشريف هل يجوز أخذ الأجر على رواية الحديث الشريف سؤال لابد منه باختصار إذا أردنا أن نتكلم في هذه النقطة هل يجوز أخذ الأجر على رواية الحديث أم لا اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال لا يجوز للمحدث أن يأخذ أجرا على رواية الحديث الشريف لا يجوز للمحدث أن يأخذ أجرا على رواية الحديث الشريف لأنه ربما استغل هذا الأمر في زيادة الحديث دون أن يتأكد من صحته فريق الآخر من أهل العلم قالوا يجوز للمحدث أن يأخذ أجرا على رواية الحديث لأنه يترك أهل بيته ويحتاج إلى طعامهم وكسوتهم وما إلى ذلك والراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأخذ بالمعروف فمن أراد أن يأخذ الأجر على رواية الحديث الشريف لابد إذا كان غنيا أن يستعفف أما إذا كان فقيرا فليأخذ على قدر حاجته حتى يستطيع بعد ذلك أن يطعم أولاده وما إلى ذلك تنبيه بسيط جدا أن الخلاف المذكور بين أهل العلم في هذه المسألة خاص بمن أخذ الأجر من الطالب أما من أخذ الأجر من الدولة أو من المؤسسة فلا خلاف بين العلماء في جواز أخذه هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم نقف إن شاء الله تعالى عند هذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته